السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله واذا جعلك الله فقير اراد ان تكون صابرا والصابرون يوفيهم الله اجرهم بغير حساب ووعد النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين الصابرين سيسبقون الاغنياء الى الجنة بنصف يوم لما تقوم القيامة وغضي افتح الله ابوا بالجنة وغضي يقول الله عز وجل ايها الذين امنوا ادخلوها بسلام امنين تتقدم المواكب موكب اهل الايمان يتقدمون لدخول الجنة من يكونون في المقدمة الفقراء المساكين يسبقون الاغنياء بنصف يوم ما هو نصف يوم عند الله جل علاه نصف يوم عند الله هو خمسمائة سنة هو خمسمائة سنة وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون خمسمائة عام غضي يسبق الفقراء الاغنياء الى الجنة وانا داك اشي غضي يقول الاغنياء يقول يا ربنا لو انك جعلتنا في الدنيا فقراء لو جعلتنا في الدنيا فقراء لما سبقنا هؤلاء الى الجنة شكل غضي يسبق الفقراء ذوك الاغنياء اللي كانوا كثير العطاء هدوك هم الاسيد هدوك هم اللولين حتى قيل بان الكورماء هم اول من تفتح لهم ابواب الجنة غد تفتح ابواب الجنة للعلماء والكورماء والحجاج والمعتمرين والمجاهدين في سبيل الله غايت نفسه شكل غايت خلول واش الحجاج والمعتمرين واش المجاهدين في سبيل الله واش العلماء اللي كانوا كيفقوا الناس في الدين ولا الكورماء حدي الطويل اللي غايت يسمح لهم هم الكرماء هم أول من يفتح لهم أبواب الجنة ورب عز وجل غد يستقبلهم وغد يقول لهم أدخلوها بسلام آمنين وغد يقول لهم الله عز وجل إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا هؤلاء الأغنياء ليعطاهم الله المال لم يكتنزوه ولم يمنعوا منه الخلق وإنما بدأوا يوزعونه على الضعفة ويوسعون به على الفقراء ويكرمون به المحتاجين ويمسحون به دموع الثكالة هؤلاء هم الأسيد هذه الحياة إنما هي منافسة حلبة صراع حلبة منافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وغدا قريبا سوف نودع غدا قريبا أهل الله قدقى دائما هذه الحقيبة ديانو أكيد سنا الودع وهناك سوف نطلع على كل هذه الأشياء نراها رأي العين فأم محمد أنت الأمراء محظوظة جدا وربي سبحانه وتعالى جعل فك الإيمان وجعل فك اليقين معدرة على هذه الإطالة نجاوبك للأسئلة الفقهية البنية ديالك الله يصحى ويبارك فيها كتسلي هذه النوافيل كتدي الأربعة وكتسلم أربعة وكتسلم أنت قلت ليها لا ركعتين وسلمي أشنا والصح كيلهما صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل أربع ركعات تقول أم المؤمن عائشة رضي الله عنها يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلم ثم يأتي بأربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلم ثم يصلي ثلاثا ويسلم هذا هو الويتر النبوي في 11 ركع الصلاة 11 ركع فكلهما درت أركعتين وسلمات ركعان وسلمات توا جائز كان السيد النبي يفعل هذا خصوصا لما يصلي بالناس التراويح كل هذا جائز في الدين سعى كذلك للا أم محمد في الظهر قديت الشفع الشفع للا سواء صليتي الشفع كما ذكرت في أول حلقة صليتي الشفع مع العشة وأغلقت الباب أو خليتي احتل قبل الفجر هو باب الصلاة بالليل لا يقطع باب الصلاة لا يقطع ولا يغلق الويتر النبوي في السنة هو 11 ركع لكن من آنس من نفسه أنه يصلي لله هذا كتسم قيم الليل هذا ما عنده حد لقال في الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو زد عليه وردت القرآن ترتيل كان سيد النبي يقوم الليل ويصلي 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 حتى تكاد قدماه تنفطر من شدة الوقوف وكان يقول النبي الكريم خير قيام قيام داود كان يقوم تلت الليل وينام تلته وربنا عز وجل يباهي بالملائكة المؤمنين كان يقول عن صحابة رسول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هم يستغفرون سبحانه وتعالى فالليل الباب لا يغلق لو خليه بريدنا عود نصلي مع الوحدة سواء صلت الوتر أو خليته الباب مفتوح دوما على الطول لأن اللقاء مع الله عز وجل هو لا يغلق متى يغلق الصلاة؟ تغلق الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها قال صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس فأمسكوا عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان وإذا غربت الشمس فأمسكوا عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان الوقت الممنوع من الصلاة هو عند شروق الشمس وعند غروبها أما عن قضية الظهر الظهر فارضة نوافل لأن سيدنا النبي قال لنا في الحديد القدسي عن رب العالمين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نصلي الظهر فارضة ولكن نزيد النوافل نافلة اللي تابتة في السنة هي أربع ركعات قبل الظهر ثم نصلي الظهر جماعة ثم نصلي ركعتين بعد الظهر هذا هو التابت لكن أيضا تابت في روايات أخرى حديثية أننا نصلي ركعتين قبل الظهر ثم نصلي الفارضة الظهر ثم نصلي أربع ركعات بالظهر كيف هذا الاختلاف هذا الاختلاف في السنة السنة النبوية الشريفة فيها هذا الاختلافات لماذا؟ لأن سيدنا النبي طيلة 23 سنة كان مرة يصلي هنا ومرة يصلي هناك وكان يسافر من بلدة إلى بلدة ويلتقي من قوم إلى قوم ومرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا والقوم كانوا يرون أفعاله وتقريراته ويسمعون كلامه ويبلغون دبا أهل الحديث المحدثون المحدثون كيشبوا الرواية الحديثية يقول لك هذا الرواية رواها فلان متى؟ يوم كذا؟ أين؟ بلاد كذا؟ قد 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 الفترة الزمانية متبعدة والبيئة التي رؤيت فيها أيضا مختلفة وطبعا هذا يؤدي إلى الاختلاف بأن سيدنا النبي مرة دال المسألة هكذا ومرة دال المسألة هكذا يدل على أن كل المسألة جائزة كلها جائزة لكن العلماء دي الحديث يفاضلون شكل أولى وش هانيو لهذه من أجل هذا جاءت المداهب عدنا أشعر ليو احنا بالمداهب؟ احنا عدنا القرآن والسنة فقط المداهب ما دوروها؟ المداهب جاءت لهذا السبب لما كتر القيل والقال بين الناس جاء كل عالم من العلماء الأمة واختار الأصح واختار الأيثر واختار الأرجح وضمه في قول واحد وسمي مذهبا فالإمام مالك رحمه الله لم يريد أن يؤسس مذهبا وإنما هو لما يسأله الناس وكان مفتي الديار في المدينة المنورة مدينة رسول الله لما تأتيه الفتاوى يقول لهم هذا هو الصحوة هذا هو الأرجح هذا هو الأتقى هذا هو الأوتق هذا هو أكيب يقول لهم دائما الأحوط فاختار أقوال جمعها تلامدته فصار يسمى مذهبا مالكيا مبنيا على المصلحة ومبنيا على على التيسير ومبنيا على الوسطية ومبنيا على جمع الشمل كل حاجة فتجمع الشمل من لي غدير قو أبو حنيف النعمان في العراق وهناك كانت آراء مختلفة وكان الكذب على رسول الله وكان الناس فيهم الفتن يقول أرض العراقي أرض الشقاق والنفاق فالصراعات والخلافات والضمر إلى يومنا هذا فكان أبو حنيفة يرى الناس ويفتي لهم حسب حسب ظروفهم كان لما يسأله هذا يقول كلام وهذا يقول له كلام فيختار عنده الأوتق ويختار الأيصر فكان أبو حنيفة دار مبادئ للترجيح دار أول حاجة المساواة ودار الحرية ودار العادلة الاجتماعية أبو حنيفة كان متقدما على عصره كان من اللي بغي وضع الفقه الحنفي وضع هذه المبادئ العامة في مسألة الاجتهاد قال لابد من مقصد الشريعة تحقيق العادلة الاجتماعية من مقصد الشريعة تقرير الحرية الفرضية من مقصد الشريعة المساوات بين الخلق جميعا كأسنل المصد ثم يفهم القرآن ويفهم الأحاديث على ضوه أدي المقاصد فتبنى خيارات معينة وجمع الكتاب في الفقه الحنفي يسمى الفقه الأكبر ثم بعدهم جاء الإمام الشافعي دوز واحد مرحلة في مكة المكرمة ودوز مرحلة في مصر واختلاف البيئة فيه تأثير كبير على الفتاوى ففي مكة كان هناك الجفاف وكان هناك قلة الماء ولما هاجر إلى المصر وجد نهر الميل فأول باب من أبواب الفقه عند الإمام الشافعي في اختلاف كبير لأن لما كان في مكة كان هناك الجو حار والطقس جاف كتعد فتاوى مرتبطة بالطهارة فيها التيسيرات ولكن لما رحل إلى مصر ووجد نهر النيل والماء موجود غير الأحكام لفيها التيسير وأقام التشدد الماء موجود خسك توضى خسك تغتاسل وجمع هذه الأمور وسمي بالفقه الشافعي وأخذ المحاسن التي عند الإمام أبي حنيفة والمحاسن التي عند الإمام مالك وضمهما ثم بعده جاء الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ووجد هذا الزخم الكبير والإجتهاد الكثير وبدأ الناس يستعملون العقل ويستعملون المقاصد وابتعدوا عن السنة ابتعدوا عن السنة وفي زمان إمام أحمد بن حنبل ظهر المحدثون ظهر الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النيسابوري وعدد العلماء للحديث جمعوا السنة النبوية فجاءت متوفرة صارت الآن متوفرة ومنضبطة فالإمام أحمد بن حنبل كتب كتبه المسند في السنة وبدأ يجتهد على ضوء السنة النبوية الشريفة هو الآن منتشر في العربية السعودية حاليا هو اللي كان سمودم الآن بالتيار السلفي وبدأ يؤكد على السنة لكن مع المدعو تاني هذه السنة بلخضوها بعض الناس وضيقوا ضيقوا فيها ولم يجتهدوا اجتغاذا فيه توسعة على الناس بدأت تظهر مدارس أخرى دي المقاصد الشريعة والتوسعة الفقه حي هو يضيق وينفتح يتشدد ويتيسر بحل كائن الحي حسب حسب الواقع وحسب المجتمع والفقه لابد أن يكون هكذا بحل الطبيب يقدر يسولي واحد المريض يعطيه واحد الروسيتا يقولي واحد وصفة الروائية كيعطيه هذا دواء وكيعطيه الأخر دواءا غيره حسب الحالة النفسية دياله والفقه هو الذي فهم كل المداهب الفقهية أن ذاك شم أنفه رائحة الفقه وإذا لم يفقه كل هذه المداهب ومداركها ومدارسها ومدرجاتها لم يشم أنفه رائحة الفقه فلا لا أم محمد استسمع لدى التطويل أريد أن أقول باختصار صلتي الظهر صلتي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر جائز إلى خالفتي صلتي ركعتين قبل الظهر ثم الفارض على ربعاك بعد الظهر جائز كل جائز بإذن الله لأنه تابت كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم اللهم أمين يا أرحم الراحمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله